اوصل لنقطة جوهرية انه من زمان من بداية التاريخ المسيحي والمسيحيين واليهود مش في علاقة طيبة مع بعض بتكلم على دينيا بالنسبة لقضية المسيح الحقيقة انه ولا واحد منهم اتهمت تاني بانه حرف الكتاب كان في اضطهاد شرس على المسيحيين في القرن الاول من اليهود وكمان في بعض الحقب التاريخي كان فيه اضطهاد من المسيحيين على اليهود وما فيش واحد منهم اتهم الآخر بالتحريف لما يجي حد النهاردة لا ليه علاقة بدول ولا ليه علاقة بدول ويتهمني بالتحريف انت جبت الكلام ده منين فعلا منطقيا الكلام ده يبقى غريب شوية اشتركوا في القناة